ومعظم بنشتغل به طول السنة بيخش في الكاراتين بيخش في واجبات رمضان بيخش في واجبات التكيات اللي شغالها طول السنة بيخش في الواجبات اللي بنوزع بالعربات المتوقلة يعني كأنها بتقلب بعد كده صدقة جارية إنه هو طول السنة اللي دي بيحب تاعتك مستمرة آه ومستمرة في أماكن إحنا عمرنا ما هنقف نوصلها لأنت زي ما أنت بتقول بالظبط ما أي حد فينا بيتبح بيوزعي أما حوالين بيت للناس اللي يعني على طول حواليه أما بيطلع بالعربية ويوزع مثلا في بلوك بلوكين حوالين بيته لكن إحنا بنودي اللحوم دي لأماكن صعبة جدا نوصلها أنت بتودي السلوم بتودي شمال سينة بتودي العريش بتودي رفح وإنتم من درساتكم الاجتماعية بتودوا الناس فعلا محتاج بنبعرفين بالضبط حالة الأسرة دي عاملة أزاي وبنبقى كمان لأن إحنا معظم الناس اللي إحنا بنساعدهم وده فريد في بنك الطعم إحنا بنفضل معهم فترة طويلة جدا لأن معظم الطبعات رحنا بنساعدها غير قادرين على العمل فبتلاقي ناس كبار سن أو عندهم بعض الأعقاط أو ناس سيدات معلات لعدة أطفال وما فيش مثلا راجل في العيلة فإحنا بنفضل مع الناس دي لفترة طويلة فبنشوف إزاي قدرين إن إحنا نفرق فحياتهم بالمساعدة الغذائية دي طيب أنتو عندوكو أنواع للسقوق يعني درجات للدفع يعني مش كل الناس بتدفع أو في حد عايز يشتري حاجة أكبر في حد عايز يشتري حاجة أقل بصح فيه نوعين أساسيين يعني فيه السق البلد دي اللي حوم البلدية اللي بنتبحها في أرض مصر هنا وده إحنا نازلين فيه السنة دي بـ 7.750 السق وده يعتبر سعر منافس جدا يعني إحنا قادرين نعمل كده لأن إحنا جزء كبير من الأضحية إحنا قادرين نوفرهم مزارعنا الحمد لله أنت عارف البرنامج زي مولتراك بقاله 18 سنة ومن 2016 عندنا مزرعة جميلة جدا 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 حتى أنها تقدر تزورها في يوم الأيام والمزرعة دي إحنا نقين العجول اللي فيها يعني ساعت ما بدأناها في 2016 نقنهم بالوحد اللي هي اللبنة الأولى للعجول في المزرعة دي هم سلالتين أسيتين هولشتاين وسيمينتال هولشتاين نستخدمها في اللبن ودي سلالة يعني أعلى السلالات يعني جودة في إضرار اللبن في العالم ولو روحة المزرعة تلاقي دكتوريدا سكر اللي هو المسؤول على المزرعة يمشي غاللون مزيكة وحطلون مراوح بتطلع سبري كده مية عشان بيحاول يعني يحاكي الجو اللي هما جايين فيه من أوروبا والسلالات التانية هي سيمينتال ودي بنطلع منها ألبان وبنستخدمها برضو في اللحوم فلأن احنا عندنا مزارعنا فقادرين ان احنا نتحكم في السعر شوي ودي الفلسفة اللي احنا شارعين بها على فكرة في بنك الطعام ساعة تلف وخمسمائة جنيه ساعة تلف وسبعمائة وخمسين فيه بقى المستورة ده بنتباح في الهند بنتباح في كذا دولة بس سنة دبحنا في الهند بس وده نازلين مباربعة تسعمائة وخمسين طب معلش أنا عاسف إيه الفرق بين ده وبين ده هو هو بس اللي في الهند التكلفة العجول هناك أرخص من مصر فأنا باتباح في الهند وبجمد وبنزل على مصر هنا وبرضو بفضل اشتغل بها طول السن على أنا كمواطن بشتري صق ليه اشتري أبو سبع التلاف يعني يبقى بقى أنا عايز ادفع زيادة أو أنا عايز فيه فايدة زيادة للناس بص بالظبط زي ما انت بتروح السوبر ماركت وبتلاقي ان في لحمة بلد ولحمة مستورات فالناس بتحب تشتري لحمة بلد وناس بتحب تشتري لحمة مستورات هي في الآخر الاتنين بنفس مستوى الجود بالظبط بالنسبة اللي احنا عارفين كويس اوي احنا بننقل العجول ازاي في مصر وعارفين كويس اوي احنا بننقل العجول ازاي برا مصر والاتنين بيتحولوا في الآخر الى خير بيوصل للمصرين المستحقين فقال بالنسبة لي ما فيش فرق بين الاتنين خالص الفرق ان اللحوم البلدية اللي هنا مثلا المضحي ممكن ياخد نصيبه على طول لكن بالنسبة للهندي بيتطر يستنى مثلا من 3-5 شهور عشان ياخد نصابه منها على مرحاجة توصلين هنا في مصر ويتم يعني الستورينج بتاعه بشكل كويس وبعد كده يقدر ياخد نصابه منها فده ممكن يكون احد الفروق وفي ناس عايزة تتبح بلده طب الناس بتاخد لحمتها ازاي بنوصلها لغاية البيت يا سلام دليفري يعني انا بشتري الصق وبعدين انا يجي لي مثلا اول يوم او تاني يوم العيد او تالت يوم العيد ايا كان من اول بعد العيد باسبوع كده بنبدأ نوزها لان احنا بتبقى الاولوية عندنا ان احنا بنوفي بس يعني الناس اللي مستنية تاخد اللحمة بتاعتها في العيد فبتبقى يعني الالية السابلاي تشين بتاعتنا مشغولة بس في الفترة دي نحنا بنوصل للمستحقين وبعد العيد مثلا باسبوع بنوصل الناس في البيوت وهو يبع عنده فكرة ان هو كال منها وخلاص يعني هو مش مستنية لان هو دافع بالظبط وبنوصل في شنطة حرية والحاجة بتبقى باكت حلو جدا أنا شفت صورة بتاعت الشباب وهم شائلين الكلام ده وعلى فكرة الناس المضحين اللي بيوصلوهم من الصاب بتاهم على البيت لما يبصوا عليه هم لازم متأكدين اللي بيوصل للناس في بيوتهم للمستحقين وهو زي دا بالظبط زي دا بالظبط يعني احنا ما عندناش ان احنا بنعمل حاجة مخصوصة اوي للناس في بيوتها لا 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 هو اللحمة اللي بتوزع هنا اللحمة اللي بتوزع هنا ودي فلسفة عندنا يعني في بنك التعام لقريب لا بنوزع برضو للناس اللي احنا بنخدمهم السؤال